ترجمة نانسي قنقر الأمور هنا في أسبوعها كانت جيدة وبعدين صارت الحرب وتهجرنا ترجمة نانسي قنقر في البداية كانت المعلومات الاستخباراتية كان يقدر العدد الناس الكبير يعني ممكن حوالي 200 شخص وبعدين بداية تزايد العدد حسب تطورات بالمعركة من البداية قوة هذه كانت ترى الفرق يعني في المحور فرق واضح يعني كانت الأسلحة اللي يستخدموها مش الأسلحة اللي كنا نوجه ترقوا فيها يعني كالعادل لما بدوا يتنقلوا على خط الجبهة متأكدنا من هويتهم إنهم هم من غالبيتهم من الروس أو من دول الاتحاد السوفيتي سابقا هناك وضع المحورات وضع المحورات وضع المحورات